من يشاهد هذا الفريق للوهلة الأولى يعتقد بأنه فريق أفريقي محترف جاء إلى تركيا لخوض مباراة رسمية لكن الواقع غير ذلك تماما فهؤلاء الشباب هم ضحية لعمليات نصب وخداع وقعوا في شباكها على يد من يصفونهم بتجار الأحلام الذين أتوا بهم من أفريقيا إلى تركيا مقابل آلاف الدولارات بخديعة ضمهم لفرق كروية تركية محترفة لكنهم تركوا في شوارع إسطنبول السمصرة الأطراق والأوروبيون أخذوا من كل لاعب خمسة آلاف يورو وهذا مبلغ باهظ بالنسبة لنا مقابل إرسالنا للعب مع فريق غالتا سراي لكننا خدعنا بلدية إسطنبول التفتت إلى هؤلاء الشباب الذين تلاشت أحلامهم بعد أن تحولوا من لاعبي كرة إلى باعة متجولين غير شرعيين فاحتضنتهم وقدمت لهم الرعاية والتدريب ومنحتهم فرصة لإثبات مهاراتهم قبل ضم الماهرين منهم للنواد التركية بشكل رسمي نوفر لهم نواد رياضية للعب وما لابس وغذاء مجانا بشكل يومي كما ونقدم لهم معونة غذائية بشكل شهري ومن لديه مشكلة خاصة نقوم بمساعدته لحلها بعض هؤلاء الشباب كان يلعب في فرق معروفة في بلادهم لكن الحاجة للمال بالإضافة للحروب وعدم الاستقرار السياسي في بلدانهم دفعتهم للهجرة لدى كل واحد من هؤلاء الشباب عام واحد كفرصة ليثبت جدارته وموهبته فمن ينجح في الالتحاق بناد تركي تمنح له الإقامة في تركيا وأما من لم يحالفه الحظ فمصيره واحد من اثنين إما البقاء كباع متجول غير شرعي في اسطنبول أو الترحيل خارج البلاد مهران عيسى سكاي نيوز عربية اسطنبول